الأزهر بياناً بحرمة النظر إلى فيديوهات القتل والحرق والذبح التي يبثها تنظيم ما يسمى بداعش كما وحرم ترويجها ونشرها معتبراً أنها تظهر الدين الإسلامي بمظهر مشؤوم وكره دعياً كفة وسائل الإعلام إلى عدم نشر فضائع الجرائم المنكرة التي يرتكبها هذا التنظيم ومجرمو الإرهاب لما يشكله ذلك من إيلام للمشاعر الإنسانية وأكد الأزهر في فتوى حرمة النظر إلى مثل هذه الفيديوهات المروعة وعدم جواز ترويجها وتأتي فتوى الأزهر بعد يومين على نشر تنظيم داعش لتسجيل يظهر قيام عناصر على صلابه في ليبيا بقتل 21 قبطياً مصرياً كانوا مختطفين لديهم